من الأمور التي يجهلها كثيرون من الشيعة العراقيين العرب أن لهم سجلا طويلا وعميقا من النفور المتبادل بينهم وبين سكان الجارة الشرقية من القومية الفارسية من قرون لم تستطع الرابط الطائفية التغلب عليه وتحويله إلى ثقة ومودة وأخوة راسخة وقد كان هذا النفور أكثر ظهورا أيام الشاه بسبب ارتفاع منسوب الكبرياء القومية والعنجهية لديه وتعاليه على جيرانه العرب بمن فيهم أبناء طائفته من العراقيين وقد زاد نفورهم منه ومن فارسيته المتضخمة ومن سياساته العدائية المتغطرسة حين أخدم على احتلال جزر الإمارات العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وما رافق ذلك من تصريحات عنصرية متعالية على العرب أجمعين أطلقها إعلامه وأعوانه ووزرائه الكبار وحين بدأ أن القرار الأممي برحيل نظام الشاق الصدر وأن الإمام الخميني قادم إلى طهران من باريس على متن طائرة فرنسية مرفوقا بعشرات المعممين لحكم إيران تفائل العراقيون والشيع منهم بوجه خاص وتمنوا أن يكون العهد الجديد أكثر اتزانا وعقلانية من حكم الشاه وأشد رغبة في إحلال التفاهم والتعاون والمسالمة والمسامحة في علاقات الدولة الجديدة مع جيرانها العرب وتوقع ويكون أول قرار يتخذه الإمام الحاكم الجديد هو إعادة الجزر الثلاث إلى دولة الإمارات العربية ليظهر حسن نواياه وليطمئن إخوته في الدين من العرب وغيرهم وليطوي صفحات التعالي القوم العنصر الذي ميز عهد الشاه وذلك لسببين الأول إعلانه وهو في باريس قبل تسلمه السلطة أن نظامه ديني إسلامي يناصر المسلمين ويدافع عن قضاياهم وخاصة قضية فلسطين والثاني أنه عاش سنوات في العراق ضيفا معززا مكرما على الشعب العراقي وبالأخص على شيعة النجف ومراجعها وتقضي الأصول من باب رد الجميل بأن يكون وفيا لتلك الضيافة عاملا على إنهاء سياسات الإسفزاز والتعدي والتعالي على العراقيين وخاصة على إخوته في الطائفة ومكافأتهم بإقامة علاقات أخوية جديدة حقيقية مثمرة وراسخة تقوم على الاحترام المتبادل وعلى حسن الجوار ولكن أمل الجميع بدأ يخيب رويدا رويدا ومن الأيام الأولى لعهده فقد تبين أن الخميني كاره أكثر من الشاه ليس لصدام الذي طرده من النجف فقط بل على العراقيين وعلى العرب أجمعين وراغب في احتلال أوطانهم وفرض ثورته عليهم بقوة السلاح ومن أول وصوله في مطلع شهر شباط فبراير 1979 إلى إيران بدأ يبشر بنظريته الجديدة القائمة على فكرة تصدير الثورة إلى دول الجوار مستهدفا العراق أولا للانطلاق منه إلى الدول العربية الأخرى وإعادة أمجاد الإمبراطورية من جديد بقيادته معلنا أنه ينوب عن الإمام الغائب وجاعل نفسه الولي الفقه لقد ألغى جميع قرارات الشاه وأفعاله وجرم سياساته جميعها ما عدا قرار احتلاله للجزر العربية التلاب حيث أصر على اعتبارها أملاكا إيرانية مستعادة متمسكا بنفس الدرائع والحجج التي استخدمها الشاه رافضا أي حوار أو أي تحكيم بشأنها ثم بدأت تحرشاته الإعلامية والأمنية بالعراق تتكرر وتتكاتر وتتحول إلى حرب باردة غير معلنة عامدا إلى استخدام العباءة الطائفية لتأليب الشيع العراقيين على نظام صدام عسين وتجنيدهم لخدمة حربه التي استمرت ثماني سنوات أكلت الأقدر واليابس وتسببت بقتل مئات الآلاف من العراقيين والإيرانيين أيضا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة